بالنسبة للمتوسط بالنسبة للمتوسط احنا حاليا فيه تعريف للمتوسط اللي هو بيتكلم 10.000 جنيه للأعزب و 14.000 جنيه للأسرة ده اللي هو بالنسبة للدخل فيه حاليا حطين حد أقصى للمتوسط اللي هو حوالي مليون جنيه انه يقدر ياخد وحدة 8 مليون جنيه احنا لسه بنتكلم فيه ان احنا هل ممكن نحرك شوية معه عشان للأسعار فدي لسه التحديد النهائي ويبقى دخل البيت الراجل والست 14.000 جنيه بزراب ده يبقى مؤهل انه ياخد ده مؤهل انه ياخد الشق هو يسبت ازاي انه مؤهل انه ياخد لانه انا ما هروح البنك هيقول لي لا انت المحدود سكته بتبقى لازم تروح للسندوق الاول السندوق الدعم الاسكان الاجتماعي لانه هو بيديك دعم اللي هو زميقول من 30 ل 35.000 فهو بيشوف حالتك وبيقيمك ولما بيبعته للبنك بيبقى هو عمل الاجراءات اللي مطلوبة عشان يتقبل في البنك يتقبل في البنك على طول بالنسبة المتوسط انت كل المطلوب فيه ان انت نمرت واحد يا اما عندك اثبات للدخل نمرت اتنين او لو انت بتشتغل اعمال حرة الموظف سهل يجيب بياخد كام اعمال حرة هو الراجل بيقعد معاك وبيشوفك انت بتاخد قديه بتعمل قديه والنهاردة بقينا نستخدم التكنولوجيا الجديدة اه بس اثبات الدخل غير تحويل المرتب يعني مش شرط انه يبقى مرتب وبيتحول على البنك اللي حاخد منه القرد هو بيسبب الدخله بس هو بيسبب الدخله طبعا لا بيسبب الدخله مش ضروره هتحول مش شرط تحويل الدخل او مرتب بس هو دائما للبنك بيقولك لو انت حاولتليه بقى افضل بتدي نوع من الاطمأنينة انما هو في الاخر انت عليك قسط وبتدي ملتزم بتدفع القسط مش ضروره يكون حسابي مرتبي عندك ممكن او في بنك اخر وفي باجي في الشهر بحول لك القسط من بنكي للبنك اللي انا مستلف منه القرد التمويل العقاري كان دايما بيمر في مصر بمشاكل حصلت محاولات كتير على مدى السنين مش بكلمي عن النسبة لانه المشروع ده او المبادرة دي ليها طبعا مختلف فرص يعني لكن كان دايما البنوك تقولك ايه انا مش هدخل تمويل عقاري الا لم يبقى العقار ده مسجل تمام تمام هل الشقة دي انا بشتريها من مطور عقاري الحكومة من كيناتها المختلفة تمام مش متسجلة تمام ولسه بتتعمل تمام البنك هيقبل انه يدخلني المبادرة دي ولا لا تمام انت في عندي سيادتك في المدن الجديدة في القرار كلها مش متسجلة كلها مش متسجلة فبيبقى تخصيص وكل المبادرات اللي عملناها قبل كده بيبقى فيه بالتخصيص هو العبرة كلها ان تبقى الشقة كاملة متشطبة قابلة للتسجيل مرخصة كاملة متشطبة ايوه قابلة للتسجيل اه قابلة للتسجيل يعني لازم ورقك يبقى سليم تبقى عملية اجرائية فقط التسجيل طب كاملة ومتشطبة دي كاملة يعني فيها مرافق يعني ما يجيش النهاردة انا بعمل المشروع ده ليه عشان سابت الرئيس في احد اللقاءات قال فيه سكن لكل المصريين ايوه كان نهاردة انت عايز الشقة